إن الاحتفاء مناسبة لكي نعيد على مسامع الجميع الإسلام ليس دين سطوة وجبروت وقهر وذبح أبداً الإسلام دين رحمة لأنه جاء من نبي الرحمة الذي أرسله الحق بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمين ليتعلم الناس أن الحق سبحانه وتعالى امتدح نبيه ولو كنت فضاً غليز القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أين هذا الآن من كل ما نراهم من ذبح وقتل حتى النساء لم تسلم من هذه الهجمة الشرسة باسم الإسلام أقول نحن نعي جيداً أنها فتنة أقول وأسمع العالم إنها فتنة وإنها فرية وهذا ليس الإسلام هذه دعاوة باطلة تزيت بعباءة الإسلام هؤلاء الذين عرفوا من قبل بالمافيا وغيرها وغيرها الآن تزيوا بعباءة الإسلام هذا لا يخال علينا كمسلمين سنعود بحول الله بديننا إلى المحجة البيضاء وسنتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقول له عزراً يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله عزراً يا رسول الله لقد جاوز الظالمون المدى عزراً يا رسول الله لقد جاوز الظالمون المدى ونحن الآن نسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة نسأل الله أن يحمي هذا البلد الطيب الذي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصى به قائلاً استوصوا بأهل مصر خيراً فإنهم خير أجناد الأرض وأيضاً فإن لي فيهم زمة ورحمة هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يوفقنا جميعاً في اتباع المصطفى وندرك الغس من السمين وأن نعرف أن كل الذي على الساحة ليس هو الإسلام الذي أراده الحق سدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السيأتي في آخر الزمان هم شباب سفهاء الأحلام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقولون القرآن أو يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وها هو الزمن الذي نراه الآن ولكننا نعي أنها فتن وأنها مدبرة وعندما يستعيز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الفتن يقول اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن نقول جميعا لعن الله من أيقز الفتن من مراقدها لعن الله من أيقز الفتن من مراقدها اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا رب العالمين اللهم احمي مصر يا رب اللهم اجعل كل من كاد إليها إلى نحره اللهم كل من كاد لك يا مصر رد كيده إلى نحره وصل اللهم على سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم